بعد مقاومة اسطورية ابداها مقاتل قوات سوريا الديمقراطية في مناطق تل ابيض ورأس العين شمال شرقي سوريا والتي افشلت محاولات العدو التركي والفصائل التابعة له باحتلال تلك المناطق بدأ العدو التركي ببث الاكاذيب للترويج لتوغل المزعوم في رأس العين فعلى الرغم من التعزيزات الضخمة بمئات العناصر من الكوموندز التركي والفصائل التي استخدمت من الباب وجراب وسعفرين وادب والقصف الجوي والمدفعي المكثف فشل العدو من التقدم في رأس العين لكنه حاول التخطي على فشله باعلان وزارة دفاع العدو بانه سيطر على مركز مدينة رأس العين انباء اكدها مراسل اليوم انها غير صحيحة مبينا ان الاشتباكات ما زالت تدور في اطراف المدينة تحت وابل من القصف الجوي والمدفعي دون اي توغل لقوات العدو مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية اكد ايضا ان قواتهم ما تزال تسيطر على كامل المدينة وتخوض اشتباكات مع العدو في اطرافها مشيرا الى استقدام تعزيزات عسكرية من الحسك والهول ودير الزور لتعزيز جباهات القتال اما فيما يخص الاوضاع الانسانية في المدينة فقد اكد مراسل اليوم انه يوجد عشرات المصابين بجروح من المدنيين محاصرون تحت القصف داخل الاحياء السكنية ولم تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول اليهم بسبب كثافة القصف واستهداف العدو لاي الية عسكرية كانت ام مدنية بالطائرات الحربية كما اكد مراسلون ان قوات العدو استهدفت عددا من المراكز الطبية والمنشآت الحيوية ما اسفر عن خروج محطات لمياه الشرب ومحطات كهرباء عن الخدمة وانقطاع الماء والكهرباء عن معظم احياء المدينة والقرى المحيطة بها اشتركوا في القناة